قررت اللجنة للقضايا لانتخابات نقابة الصحفيين المصريين غلق باب التصويت في انتخابات النقابة في تمام الساعة الثامنة مساء وتجري في هذه الأثناء عملية فرز الأصوات لإعلان الفائز بمنصب النقيم وفي حالة لم يقصل أحد المراشحين لمقعد نقابة الصحفيين على النسبة الأكبر للأصوات الصحيحة لحصم الانتخابات سيتم إجراء الانتخابات الإعادة في جمعية العمومية باليوم التالي مباشرة وفقا لما جاء باللائحة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو لهول نائب رئيس تحريص صحيفة الأهرام المصرية أهلا بك ضيفي الكريم في عجالة ما هو الدور المرجو من نقابة الصحفيين تجاه ملف الصحفيين المعتقلين خاصة مع قرار نيابة العامة حالة ثلاثة صحفيات من موقع مدى مصر إلى المحكمة الاقتصادية وأيضا ما هي أهمية انتخابات نقابة الصحفيين حاليا يعني دعيني أولا أؤكد أنه عملية فارز الأصوات بالنسبة لمنصب نقيب الصحفيين قد انتهت وتفوق المرشح خالد البلش بحوالي 235 صوت على الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ولكن رغم هذا تقرر إجراء انتخابات أعادة غدا السبت في الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء وذلك لأنه لم يستطع الأستاذ خالد البلش اكتياز نسبة 50% زائد واحد يعني قلت عدد الأصوات التي حصلت عليها بحوالي صوتين فقط أجريت عملية أعادة فارز للأصوات البطلة وأصوات المرشحين الآخرين عدد المرشحين كان تسعة كان 11 منهم تسعة آخرين غير البلش وميري مجموعة الأصوات التي حصل عليها التسعة الآخرون علاوة على الأصوات البطلة لم تجعل البلش قادرا على تأمين نسبة 50% زائد واحد وبالتالي غدا سنكون أمام جولة جديدة فيما يتعلق بانتخابات النقيب لكن فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة التجديد النصفي الأعضاء الستة سيبدأ بعد لحظات من الآن عملية الفارز لانتخاب ستة أعضاء من بين 40 مرشح فوق السن وتحت السن نعود إلى السؤال ما يتعلق بأهمية انتخابات النقابة أهمية انتخابات نقابة الصحفيين هي انتخابات حيوية دائما تحمل قدر كبير جدا من الديمقراطية والتجديد بالنسبة للصحفيين يسعدون عندما يذهبون كل عامين الإجراء انتخابات التجديد النصفي للأعضاء وانتخابات النقيب لأنه مدة العدو أربع سنوات ولكن تجرأ انتخابات تجديد نصفي كل سنتين أما مدة النقيب فسنتين لا يستطيع أن يرشح نفسه إلا مرتين متتاليتين وبالتالي هي عرص ديمقراطي لكل الصحفيين بعض ينظر إليها من ناحية التوجه الديمقراطي والقدرة على اتخاذ القرار بالنسبة للصحفيين وهو الدور المرجوع من نقابة الصحفيين تجاه ملف الصحفيين المعتقلين يعني بالتأكيد اليوم في التصويت الذي أجري في اجتماع الجمعية العمومية الذي سبق عملية بدء التصويت كانت هناك مناشدة للدولة بالإفراج عن الصحفيين الذين المعتقلين وأعتقد أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن العديد منهم ولكن هناك خطوات سواء من لجنة العفو الرئاسية أو من نقابة الصحفيين تتخذ الآن للإفراج عن البقيم خاصة الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف والذين لم تتلوص أيديهم بالدماء بأي شكل هل تحاول نقابة الصحفيين إعادة ترسيم العلاقات مع السلطة الحاكمة بوجوه جديدة خاصة وأن هناك أسماء كبيرة أعتدنا أن نراها في انتخابات نقابة الصحفيين غائبة حاليا عن المشهد يعجالة سريعا يعني بالتأكيد دائما نقابة الصحفيين تحاول إعادة ترسيم يعني أولا إعادة هيكلة نفسها وإعادة ترسيم الأوضاع لكن يجب أن لا ننسى أن هناك جيل من الصحفيين المخضرمين يعني خرج تقريبا من الخدمة ومن الترشح ومن غيره لأنه على سبيل المثال في المؤسسات القومية التعينات متوقفة منذ سنوات ومعظم الوجوه التي كانت تخوض الانتخابات تعتبر نفسها يعني قد تقدمت في السن ولذلك هذه المرة كان المرشح الرسمي الأستاذ خالد ميري أول مرة ينزل أعبد رعا عن مقطعتك دكس سيد أشرف ولكن وصلنا إلى نهاية برنامجنا شكرا لك سيد أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية كنت معنا من القاهرة